السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الاثنين تساطاش حزيران يونيو طبعا القمر اليوم موجود بالسرطان في عنا زاويتين اليوم ذروتهم فبتكوا تركزوا معي بشكل جيد اليوم القمر موجود زي ما حكينا في برج السرطان في منزلة النثرة من الآن ولغاية ساعات الصباح ومنزلة النثرة هي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 12 واربع دقائق من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل بما ان القمر موجود في برج السرطان معناته اليوم من الشعر بقوة العاطفة اكثر من حاول خلق جو من الامان انه لا احبانه من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يضرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في البومه يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشرابنا لانه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لان حساسيتهم بتكون في اوجها بوسعنا شراء عقار او الاهتمام بالعقارات او زراعة نبتمة او شجيرة او الانتباه اكثر لاطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها اللي هي الزوايا البطية اول زاوية زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين المريخ وانا انه هاي مستمرة لغاية يوم 24 ستة طبعا ذروتها يوم 21 ستة ساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بسود شعور عام بالوئام فبتسهل علينا التفاهم مع الاخرين وتعزيز العلاقة مع الاحباء بتشجعنا على القيام بمبادرة ما وبرضو بتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري وبتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في اداء العمل اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي مستمرة ليوم 21 ستة طبعا بتعزز لها المواهب الفنية والادبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الاخرين نستفيد من الراحة اللي بتوفر لنا اياها هاي الزاوية بالدعوات او السفريات او التسلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين اورانوس وهي مستمرة بتأثيراتها ليوم 5 سبعة طبعا اذا رويتها يوم 26 ستة الساعة 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بيكون لنا نوع من انواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا بسبب هاي الزاوية وهذا برضو هاي زاوية بتجعلنا غريبي الاطوار وعانفين وبتسبب انها شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج وخصوصا المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وتأثيراتها مستمرة ليوم 26 طبعا هاي بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لاثبات حضورهم وغالبا بيفشلوا في ذلك تخلق لدينا رغبات غريبة بتسببنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا تدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والافراط في الاكل مما يسبب اضطرابات صحية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم 22 ستة طبعا هاي زاوية يقولنا انها بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي او الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لان وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها اول زاوية هي زاوية من طبعا من صباح يوم الاحد ولكن تأثيراتها مستمرة من الان ولغاية صباح يوم الاثنين هي ولادة الهلال اللي هي زاوية الاقتران الايجابية بين القمر وبين الشمس وقولنا انه هاي الزاوية يعني بتشجع للي بده يبدأ على خطوة وتحسم بالنسبة لاله ايجاب او سلب بعد اسبوعين فيبدأ فيها خلال هذا اليوم لانه هذا اليوم اقوى يوم لاتخاذ هاي القرارات طبعا بسبب هاي الزاوية منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نتلقى المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها الساعة 12.45 دقيقة من بعد منتصف هاي الليلة اللي هي الاحد على الاثنين طبعا هي يعني بنعتبرها في ساعات الفجر 12.45 دقيقة يعني بتوقيت الاردن بدك تزيد عليها كمان ساعتين او ثلاث ساعات بتوقيت جرينيج يعني 43.45 دقيقة صباحا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولها كأنها مشاكلنا احنا ومن حاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا تأثير هاي الزاوية من الان وبتستمر حتى ظهر يوم الاثنين اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين زحل وهاي برضو بعد هذه الزاوية تقريبا باقل من ربع ساعة ساعة 12.59 دقيقة بعد منتصف الليل تأثيرتها من الان وحتى عصر يوم الاثنين نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في ادارة اعمالنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون هاي زاوية طبعا من يوم 11.06 ذكرناها وقلنا انها مستمرة بتأثيراتها ليوم 26.06 طبعا اليوم ذروتها الساعة 53.53 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتجعل البعض يعيش في اوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من ميل لتتبع احلام ومشاريع خيالية بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والاضطراب من ميل لحل مشاكلنا باللجوء للكحول لو الكحوليات او العدوية او المخدرات او المسكنات ممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري ربما غرق او يعني مشاكل الها علاقة بالسفن او البواخر او النقل البحري وبرضو بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة والمعارضة للحكومة ممكن نتعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفان والغرق وربما يكون هناك تسرب للغاز او حوادث تسمم جماعي وارتفاع اسعار بالنفط اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين المشتري وبين زحل هاي تأثيراتها من يوم 25.5 ليوم 14.7 اليوم ذروتها ساعة 53.52 دقيقة عصرا هاي الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني او الاجتماعي ممكن انحصل على ترقية او على مركز اكثر اهمية بتزيد من احساسنا بالامن وبرضو السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لا الا برضو بالدل على ازدياد مدخيل الدولة والمؤسسات المالية ومؤسسات الدولة والبنوك واستقرار في البورصة وزيادة المنتوج الفلاحي والثروات المعدنية وصناعات الثقيلة وارتفاع مدخيل تجارية خصوصا الخارجية بفضل عقد صفقات تجارية ومعاهدات تبادل تجاري بين الدول وبرضو بميل الناس اكثر للتحفظ والعمل باصول الدين والتقاليد والعادات الاجتماعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من زوايا يوم الغد الثلاثاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من ساعات المغرب تقريبا مغرب يوم الاثنين ولغاية منتصف الليل زاوية تزديس ايجابية بين القمر وبين اورانوس زي ما حكينا ذروتها الساعة 34 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء ولكن تأثيراتها من مساء يوم الاثنين وحتى عصر يوم الثلاثاء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزي والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي وغشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة والصفاق اللي هو الغشاء اللي بيغلف جدار البطن الداخلي وبيغطى الامعاء الموجودة داخل البطن والجهاز الانفاوي وعظم الصدر هدولة الاكثر حساسية واللي لازم ان نوفر لهم عناية اضافية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يعني ما في اي مشاكل بخصوص العمليات الجراحية الا اللي ذكرناهم يعني اذا كانت العمليات اضطرارية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه في برج السرطان معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء عشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعديها ويستقر في برج الاسد بالنسبة لعمر القمر وعمر القمر الهلال الجديد عمره يوم في تمام الساعة ثلاثة وعشر دقائق صباحا بيصير عمره يومين او بيبلش باليوم الثاني مناسب ونسبة الاضاءة بتكون ثلاثة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة سعيد الان بنسبة ثلاثين في المية في ساعة منتصف الليل الليلة هاي طبعا اللي هي الحد على الاثنين بيصير منتحس بنسبة عشرة في المية وطيلة اليوم بتظل عن نسبة النحاسة القمر في السرطان حتى يوم عشرين ستة سعيد الان بنسبة ستين في المية في ساعة الظهر بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات العصر بيصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارت في الجوزاء حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية طبعا في ساعات المساء تقريبا بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الاسد حتى يوم ثلاث وعشرين سبعة منتحس بنسبة خمسين في المية المريخ في الاسد حتى يوم عشر سبعة منتحس بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الثاور حتى يوم أربعة تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم أربعة دعش منتحس بنسبة عشرة في المية اورانوس في الثاور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة في المية وانبتم في الحوت حتى يوم ثلاثين ستة سعيد بنسبة خمسة في المية وبلوتو في الجد بيتراجع حتى يوم أحداش عشرة منتحس بنسبة خمسة في المية طبعا لا تنسوا تحطوا اللايك والكومنت والشير والاشتراك للمش مشتركين وطبعا في عندكو كبستين للي حاب يدعم القناة بانكساب لانو دايما بحكي انا ما تكبسوا عليهم فاناس بقولك ليش ما بتقول يكبسوا عليهم يا سيدي هاي اللي بدو يشترك يشترك بدو ينتسب ينتسب بدو يدعم القناة بكبسة شكرا تشكرات او شانكس يكبس بدو هاي في رابط للبيبال بدو يدعم عن طريق البيبال يدعم بدوش شكرا لالو يعمل اللايك وكومنت بدوش برضو شكرا لالكم جزيلا برضو لاستماعكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة لان القمر في البيت الرابع يعني الانشغال كله رح يكون له صلة بالبيت والعائلة اهم شانكم اتحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم من ديكور او ترتيب او تصليح حذروا الخلافات والانتقاد والمواقف المعاكسة يوم جيد لاستيجار بيت او بيع اقار معين ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك ونشاطاتك الاعباء اليوم ممكن شوية تكون كثيرة وممكن انك ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات لان القمر في البيت الثالث معناته نشاط عالي واتصالات كبيرة اهم شيكو تكونوا اكثر صبرا على الطرقات يوم مناسب لا اجتياز امتحان دافعوا عن مبادئكم ولكن بليونة ودبلوماسية انتبهوا لكلامكم واحفظوا خط الرجعة دائما بتصرفاتكم عشان لو صار في اي خطأ تعرف كيف تعالج الموضوع اليوم ممكن تتمم لقاء او اجتماع او عمل مفيد او تتخذ خلال هذا اليوم بعض القرارات المهمة بعض كورة يهتم بموضيع الها علاقة بالسيارات او الها علاقة بالاتصالات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا القمر اليوم في بيت المال يعني اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي على الاغلب من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعودلهم او يرتبوا وضع مالي معين او يحصلوا على هدية اهم شي انكم تخففوا من النفقات قدر المستطاع نظموا اموركم المالية ما تسمحوا للأقصاط بانها تتراكم عندكم ادفع مستحقاتك واولوياتك وما تأجلها وما تخلي اي شخص يغشك او يعني يضحك عليك ويخذ فلوسك او يدين شخص فلوس وما رح تستردها او يدفعك لتوظيف الاموال بطريقة برضو نسبة الفشل فيها عالية بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم انتم مشحونون بالنشاط والحيوية وقادرون على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم شي انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم طاقتكم عالية جدا حتى على المستوى العاطفي حتى على الاهتمام بالذات رغم موجود الشمس في بيت المتاعب اللي بتسحب من طاقتكم بشكل كبير الا انه اليوم شوية بتشعر الاجواء احسن بتزداد عزيمتك ترتفع المعنويات والحضوض وبتكون نجاحات عدة في التحركات في اي اتجاه فترة ايجابية وممكن تلمس اليوم انفراج وتقدم في مسألة ما برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا من اليوم ولغاية ساعات مساء الغد التعب بظل مسيطر عليكم لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اللي بنصحكم فيه انه تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة هاي فترة فارغة ممكن تخفي وراها عداوة او مؤامرة او الغاء او خداع عليك وتجنب المشاكل قدر الامكان راعي اعمالك وسيرها اخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود في البيت الاجتماعي او بيت اللي له علاقة بالعلاقات الاجتماعية فبتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص ممكن اليوم يشاركوا في مناسبة سعيدة او يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة اتجنبوا انتقاد احدهم او اي شخص حاولوا انه تخلوا كلامكم واضح اليوم انتوا بحاجة لحشد التأييد مش للمعارضين او الخصوم باستطاعتكم كسب تعاطف الاخرين والتميز في علاقاتكم ونجاح وانتشار عالي جدا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهدكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم باي اتجاه الى علاقة بالعمل او بعلاقاتكم وهذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بدهم يقدموا طلبات عمل او يعملوا مقابلات عمل بس ما تخالفوا القوانين وما تشوهوا سمعتكم لانو الظروف شوي ضاغطة وممكن تحملك يعني رغم انو اليوم بيحملك فرصة عمل مهمة الا انو بتسرعك ممكن تخرب عليك كثير من الامور بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش او الله يتسبب باخطاء لا تغتفر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة اليوم نشاط عالي جدا على مستوى الامتحانات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا لاسترخى والاستجمام ولكن يجب ان تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد التفاوض والمشاركة في مختلف النشاطات اليوم النشاط عالي جدا حتى على مستوى العاطفي وتعزيز العلاقات العاطفية والمقابلات والنقاشات والدراسة ممتازة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكم بضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض ممكن ترغبوا في لفت العنظار او تبديد الاجواء السلبية حاول انك تخرج مع الاصدقاء وامرح لانه اليوم في نوع من انواع التوازن على المستوى المادي والمكاسر المادية او تحصيل اموال او دعم مالي او قرض مثلا فالاجواء جيدة اهم شي انك ما تستعجل في توقيع او عملية تجارية حاول انك تدرسها بشكل جيد وتستشير قبل اتخاذ القرار حاول انك تدرس برضو الفكرة اذا كان في فكرة مجدية فاليوم مناسب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة حاول انك تبحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم بالعمل والعاطفة اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على انواعها وحاذروا المواجهات الكلامية الاجواء سلبية جدا لان القمر موجود مقابلك تماما فطاقتك ضعيفة حاول انك ما تسمح باختلاق المشاكل حاذر برضو من مخالفة التعليمات والقوانين ايضا الايجابية على المستوى العاطفي وتعزيز العلاقات ما بينك وبين الازواج او الشركاء ولكن غير ذلك الشوي بيصير العمر في نوع من انواع صعوبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بيتراكم العمل لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وما تدخلوا في اي مواجهة مع زميل في العمل او مديركم بالعمل او زبائن بالعمل ابتكثر عندكم التنقلات وورشات العمل ممكن تضطروا لتقديم المساعدة لأحدهم ابتكثر المسئوليات والالتزامات على انواعها كونوا حريصين على صحتكم ايضا لانها فترة دقيقة جدا على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة ايضا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر اليوم موجود في البيت الخامس يعني طاقة عالية جدا بالنسبة لها من ناحية عاطفية ومن ناحية الحضور ومن ناحية الهويات ومن ناحية التجميل فبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم اهم شي انك ما تسمح لأي شخص بانه يغشك هاي فترة فيها انفراج وتعاطف بشكل كبير فعشان هيك اليوم لازم تتحرك بكل الاتجاهات لان الحضوض بتدعمك بشكل كبير ايضا لا تقف مكتوف اليدين بل تحرك طبعا لا تنسوا لايك كومنت شير اللي حاب يدعم القناة بثانكس او تشكرات او انتساب شكرا لا الو ما عنده امكانية او عنده امكانية حابب يدعم مع البيبال هاي الرابط موجود بصندوق الوصف ما عنده قدرة ولا امكانية ولا الظروف بتسمح ولا البلد بتسمح ولا هاي كلها وهذا معذور يحط اللايك وكومنت ما بده يحط اللايك ما بده شكرا لا الو بس ان نحضر الحلقة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء